تستضيف مملكة البحرين لأول مرة في المنطقة النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر روتس وولد الفين واربعة وعشرين والذي يعد أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي ومن المقرر تنظيمه في مركز البحرين العالمي للمعارض في شهر أكتوبر القادم هذا ووقعت سعادة السيدة سارة أحمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد محمد يوسف المنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين اتفاقية بين الهيئة والشركة لاستضافة معرض ومؤتمر روتس وولد الفين واربعة وعشرين بمشاركة أكثر من الفين وخمسمائة خبير وصانع قرار في مجال النقل الجوي وممثلي المطارات والخطوط الجوية والخدمات الجوية والهيئات السياحية وقادت مجتمع تطوير الملاحة الجوية وبهذه المناسبة أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار ما يحظى به قطاع الطيران في مملكة البحرين من دعم واهتمام كبير باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز التنافسية خدمات النقل والملاحة الجوية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يصب نحو رفض الاقتصاد الوطني من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن هذا الحدث العالمي سيكون له أكبر الأثر في ترسيخ مركز المملكة على الخارطة العالمية للنقل الجوي مع استخطاب كبرى شركات الطيران والمطارات ووكلات السفر والسياحة على مستوى العالم